عاد مساء اليوم رئيس مدلس الأمة مرزوب الغانم إلى أرض الوطن قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد ترأوسه لوفد الكويت في أعمال الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربية وضم الوفد البرلماني إضافة إلى الغانم كل من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور وعدل الرويعي وأعضاء الشعبة النواب علي الدقباسي والدكتور خليل أبول والإحميدي الإسباعي وكان في استقبال الوفد على أرض المطار وزير الدولة لشؤون مدلس الأمة عاد الخرافي وأمين عام مدلس الأمة علام الكندري وسفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني ويذكر أن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي ناقش تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر